أنت سعد لي في ضربة البداية اللي قالها في الأول فيه جملة كده قالها أنا ما حبيتش أعديها بالسهل وقبل ما ننهي لازم أن نقف معاها عليها فكرة ترتيب الأولويات لأنه ممكن يكون مفيش فريق في العالم بيدخل الموسم بأولويات الفوز بكل البطولات هل ده موجود ولا لأ ولو فيه صعوبات رأيك إيه؟ لأ ما أنت أنا قلت لك أن أول سنة اللي فاتت مؤكد كانت البطولة أفريق هي الأهم ليها سبب مش بس لأنها بطولة أندية العالم بتوصلك لبطولة أندية العالم لكن ليها سبب إن الساعة دي كانت مستعصية قوي لا بتدي لك الفرصة أنك تلاحق ريال مدريد أيوة فلما تيجي تقول للسنة الجاية ها ها هقول لك لازم تكون أولوياتنا برضو ليه؟ عشان هي هتدينا الفرصة أن احنا نتجاوز عندنا فرصة نتجاوز ريال مدريد صحيح أو نبقى زيه في خلال سنتين لو أنت قبلت بالتركيز ده تستعيد اللقب الكبير لكن هل ده معناه إن أنا حرم توبة الدوري أنا ما رميتوش بس حصل نتيجة اعتبارات كتير نقص تركيز جهات شديد تشبع تشبع ولا بقول تشبع مش معناه كده إن إحنا ماهتمناش لا إن كنت تتشبع بتمارس نفس الشيء بتمارس نفس الشيء تبتدي من جواك يجي لك حالة رغم أنفك تبقى متشبع فإنت ده اللي حصل لنا هنتعلم الدارس وحنسعى بس أولويتنا لابد أن تكون أفريقيا مع علاج القصور اللي أدى إلى فقد الدوري العام أيوة هو ده تتكلم على أسباب تتكلم على عرقيل تتكلم على كل المشاكل اللي حصلت على فرع على ما عرفش إيه على إيه على إيه كل ده موجود بس الأصل إنت أيوة كيف ولماذا فقدت هذه النقاط وإزاي تقدر تعي هذا الدرس جيدة ترجمة نانسي قنقر